بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله يلا بينا مع ورد اليوم قبل ما أبدأ كده هوت طبعا بقول السلام عليكم وعنا ط لأوه وبركاته في الأول ثانia Gebya я быقولك إن شاء الله إن شاء الله اتدل على خير كفعل فأنا بلاقي ناس كتير قوي بيبقوا كان نفسهم فعلا يسمعوا القناة أو كان نفسهم فعلا يعرفوا أن في قناة فيها تصحيح حرفة حرفة من كتاب الله سبحانه وتعالى فبلاقي في ناس مقصرين ان هما يبلغوهم فكل واحد يبلغ من باب التبليغ بالخير من باب الدلالة على الخير ومن باب التعاون على البر والتقوى فان شاء الله تاني بقولك ما تنسيش تبلغي على القناة وعلى محتوى القناة وان شاء الله يكون فيه مفاجآت بعد كده جميلة كلنا عوزينها كلنا محتاجينها وكل بيت هيكون محتاجها فكل واحد في نفسه هيكون محتاجها حاجات مش هنقول عليها دلوقتي بس ان شاء الله مع المتابعة هتسمعيها و هتلاقيها إن شاء الله يلا بنا مع ورد اليوم صفحة 30 مازلنا في سورة البقرة الآية 191 ربع يسألونك عن الأهلة أول حاجة في ربع يسألونك عن الأهلة طبعا هنستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهنقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وق لا مش و و لا ما حاجة قولي و وق و و وفتحة و وقتلوهم أهي و وقتلوهم حيثوا مش حيثوا ثقف لا مش ثقف حيثوا ثقفتمهم ثا فتحة ثا وقاف كسراقي والفا سكنة تبقى ثاقف ثاقفتو تموهم وقتلوهم حيثوا ثاقي خلي بالك من حيثوا ثا 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 حاجة قولي حيث ثقفتمو حيث ثقفتموهم حيث ثا حيث ثا حيث ثاقفتموهم و لا مش وا خلي بالك و و فتحة و خلي باك القرآن كله عبارة عن حروف هو القرآني غير حروف اللغة العربية القرآن هي غير عبارة عن حروف اللغة العربية فانت مجرد انت بتقرأي حروف اللغة العربية فيه طريقة صحيحة بدلا ما بتتكلمي بالعمة لا العمة ده بقى أفصلية عن دراقة القرآن م 써ت تلك القرآني زي ما انت عايزة فيش حد يقولك لا حلال ولا حرام ولا Bililah حاجة ما في الطريقة العمنية بل بالعكس ممكن بالطريقة العمنية انت تفاهمي اللي قدامك اكتر خصوصا اذا كانت هي لغة اهل البلد يعني اذا كانت هي طريقة اهل البلد يعني مصريين كلهم ليهم لهجة خاصة كده بيتكلموا كده بيها فعلا ما ينفعش بقى اجي في وسطيهم وقولها يا اختاه افعالي كذا ويا اختاه افعالي كذا ويا اخيه اعمالي مش عارفة لا ده ده بقى تنطع ده كده زي ما نبيس انا بيقولها ده كلمة تنطعون لكن احنا بنتكلم مصري يا اختي نتكلم مصري يا اختي بنتكلم عامة مع المصريين بنتكلم عامة ما فيش داعي بقى ايه للغلو في الكلام وللغة العربية الفصحة والكلام الفارغ ده ده ما ينفعش انا دلوقتي لكن افصل خالص بقى افصل خالص في القرآن افصل خالص في القرآن ليه لان القرآن غير كلام العادي وغير كلام البشر كلام البشر يعني مش مشكلة هكلمه بالعامة هكلمه بالعربية مش مشكلة لكن القرآن لابد ان انا اقرأه كما انزله الله عز وجل فما اقولش واه فيش واه في اللغة واه واه واخ واخ مش وآ وآ لا واخرجوهم من حيث اخرجوكم ايه بالهمزة اهي اخرجوكم اخرجوكم والفتنة مش والفتنة والفتنة ما لها اشد من القتل من القتل ما حدش يقولي القتل زي نتلو زي يتلو زي اتلو لا واش القتل لا من القتل من القتل من القتل من القتل ويذكرهم على المسجد الحرام حتى يقاتلوكم حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يبقى الكيفرين ما حدش يقول الكيفرين الكافرين فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلاعد لا فلاعد عد وانا فلاعد وانا إلا على الظالمين ما حدش يقول الظالمين الشهر الحرام الخطأ فيها بيقولوا ايه الشهر الحرامي لا الشهر الحرام بسوا اتنين مضمومين واتنين مكسورين اتنين مضمومين الأولى بالضم والتانية بالكسر يبقى الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله ما حدش يقول لي وطا ما فيش وطا زي ما اتفقنا ما فيش وطا في الكرآن واتقوا الله واعلموا واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا محدش يقولوا وأنفقوا وأنفقوا لا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا جميل قوي واتموا مش واتموا واتموا ما تقولي واتموا عيب عليك واتموا الحج بصي بقى الواو دي هطلع بها علام على طول واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم خلي بالك هوا دي النهاردة عندنا أحصرتم واستيصرة أحصرتم خلي بالك أحصرتم خطأ العام فيها يقول إيه فإن أحصرتم أحصرتم أحصر ور ويطخنوا الراء لأ فإن أح مش أح لأ أح أحصر تم أحصر تم فإن فإن أحصر تم أحصر تم صر الراء ترفع الراء إيه ترفع طب ليه بقى خلتم تعلاننا مبارح الراء لو هي مكسورة بس ترفع ما نستني أقولك السر تعال الراء إحنا أتفقنا إن الراء لو هي مفتوحة أو مضمومة تدخن ولو هي مكسورة ترفع طب و لو هي سكنة بس هي كده سكنة هي سكنة سكنة يعني إيه يعني معليهاش حركة أخذ وضع السكون طب هي أخذ وضع السكون طب أنا أعمل إيه بقى أنا كده احترت أتخنها ولا رفعها أقولها أحصر ولا أحصير أحصر ولا أحصير آه العلماء قالوا لنا بقى والقراء قالوا لنا إيه تعالوا كده بصوا على الراء مش الراء مالها سكنة آه هبصوا على الحرف اللي إيه اللي قبلها سر خلي بالك ده السر هو ده السر هبصوا على الحرف اللي قبلها لقيت الحرف اللي قبلها ماله مكسور مكسور الحرف اللي قبلها ماله مكسور مكسور ده معناه يعني إيه مكسور معناه إن أنت يعتبر الراء دي لو كانت مكسورة رفعيها يا الله رفعيها مع ان هي ساكنة ومع ان اللي قبلها مكسور بس اللي قبلها هو اللي هيحكم ان هي تدخن ولا ترفع ان هي تفخم ولا ترقب فان احصرتم فمس اوي او يا ربي يعني ايه فمس ده فما استي سر فما استي سر فما استي سر فما استي سر او فمست فمستيسر فمستيسر فمس عرفة فمس مس مس عرفة المس ان شاء الله بعد كده باذن الله في الحلقات احبا كلمك عن المس عرفة المس زي ما تقولي ايه اه لا يمسه الا المطهرون يبقى يتمسه عرفتي بقى احكلمك عن المس ان انت تمسي المصحف ولا انت تمسي بحائل ولا انت يمس كالذي ايه يتخبط الشيطان من المس هي دي فمس فمستي محدش قولي فمس طا طا لا عيب عليكي عيب عليكي محدش قولي سا فمس لا فمس تي فمس تي 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 س س را را اهي را اهي را اهي را مفتوحة يبقى تدخن يبقى فمس بسي هننتقو حرفة حرفة فمس فمس اهي يبقى انا هجيب الميم وراها السين على طول السين سكنة ترفع فمس هي اصلا ترفع يعني سكنة مفتوحة مضمومة مكسورة السين مشددة ترفع لان هي سين مصاد يبقى فمس تاي س را اللي بزعلني بقى من الناس ان هما شوفي يقولي هي فمس تاي سرا ويقولك في اهدينا السراطة ليه بس يعني اهدينا السراطة لا اهدينا السراطة وهنا فمس تاي سرا مش فمس تاي سرا س تا س تا فمس تاي سرا من الهادي مش من الهاتي ويتقولي restore هجي خلاص بطلنا بقى جي و تي و تي وكلام ده ولا تحليقوا مش طا تحليقوا لا تحليقوا لا ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهديو محلة حتى يبلغوا الهديو محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي من رأسي الهامزة السكنة بيكون فيها شدة وحبس في الصوب ومع ذلك فيه ترقيق فعش أقول من رأسي ففدية من صيام ما حدش قولي صيام أو صداقات ما حدش قولي صادة 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 بالضاد صادة دا 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 صادة دا دا جبت الظلم عشان قبلها صادة مفخمة وبعدها قف مفخمة يبأ من صيام أو صداقة أو نسك أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيسرة مش استيسرة جات لي تاني أهي عشان أقول لك عيب عليكي يعني لسه مصحح هنا فوق تقول لها لي تحت يعني عيب عليكي لسه فوق قايلين فما استيسرة تقول لي لي تحت فما استيسرة عيب عليكي عيب عليكي حالي بالكي أنا أجيب لك إلمة كل يوم شكل كده عشان أبهجك أبهجك أجيب لك ألوان إلمة كده عشان أبهجك عشان الكرآن لابد له من بهجة إن أنا أدخل عليك السرور فأنا بأدخل عليك السرور طبعا أولا أولا وده يكفي يعني بقراءة الكرآن وبتعلم الكرآن ثانيا بتصحيح التلاوة ثالثا بقى بالقلم الجميل ده وقت أن أنا بأدخل عليك السرور بالألوان بقى بجيب لك بقى كده ألوان إيه عشان تبقي سعيدة ومبسوطة وانت بتتفرجي كده ويبقى نفسك مفتوحة كده تحبي كده تجيبي ألم وصدس كده ولا تكتيبي ولا تعملي كده عشان أغير لكم يعني من تغيير من من الاستبشار كده بتغيير الحال يعني وتغيير فكل يوم كده أغير لك كده لون فإن شاء الله أسأل الله عز وجل يغير إن شاء الله الحال السيء إلى حالي أحسن إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يبدل أحوالنا إلى أحسن حالي يا رب العمين يلا بينا طيب إحنا اللي قطعنا قراءة واتكلمنا كلام عادي كلام عام طيب إيه العمل أستعذ بالله وأبسمل وادخل في القراءة ولا أستعذ وادخل عطول ولا بسمل وادخل عطول ولا دب أدخل عطول كده زي الصاروخ في القراءة ليك حكتين يا إما تستعذي بالله وتبسملي يعني تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتخشي على القراءة يا إما تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدخلي على القراءة على طول لكن عشان أدخل على القراءة على طول بعدما حكينا حكاية الألم الرسوس طبعا اللي شغلنا ده وكذلك الدنيا يعني بتعمل بأهلها لازم الدنيا تشغلنا لازم يعني ومنشغلناش بالدنيا نشغل بيه أنا بس قلت إيه أريح الناس ممكن تكون مشغولة بالألم يعني خليكي مشغولة معي وخلينا أنا وأنتي مشغولين مع الله سبحانه وتعالى فأحنا نقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثات أي خلي بالك أنا ببطأ لك أوي في الحتة اللي بيبقى فيها أخطاء ببطأ لك أوي فاول ما تلاقيني بطأت لك أوي كده بس مش بطء ممل بقى يعني مش هبطأ لك بطء ممل اللي هو عود أقول لك أعوذ بالله منه أعوذ بالله منه يكون وقت الحلقة خلصت ووقت الفطار خلص والغدا خلص والعاشق ولا لسه بأطلع من الشيطان الراجي لا أنا إن شاء الله بإذن الله عبطأ لك بطء يعني معقول وهو ده المقصود من التحقيق يعني تحقيق بلا ملل بلا مط في الحروف بلا مط في الحركات ليه؟ عشان تعرفي أن فيه هنا فيه خطأ هنا هود فلما أقول لك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فصيام ثلاثة حشولي ثلاثة ثلاثة أيام في الحج وسبعة حشولي وسبعة وسبعة إذا رجعتم مش رجعتم إذا رجعتم إذا رجعتم ما حاش يقول لي رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة عشرة عشا ما حاش يقول لي عشرة ولا حد يقول لي عشاشا 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 يفخم الشين تلك عشا شفت يا ما نقوله إيه؟ مين هيعزبنا على عشا طب أنا هيعزب مين على عشا طب هنيعزبه مين على عشا طب إحنا نكله إيه على عشا هي أنا عايزة بقى عشا هي تتحطي هنا تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن لمن لم يكن أهله حاضري حاضري مش حوحة حاضري المسجد الحرام واتقوا الله ما حدش يقول لي وطى ما فيش وطى في القرآن قرآن كله رفع وعلوة وعزة حدش يوطي واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أحسنتم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا ونفعكم بما علمنا أسأل الله عز وجل أن يزدنا ويزدكم علما إن شاء الله وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بما علمنا والإخلاص فيه والصدق فيه يا رب العالمين تاني بفكرك ما تنسيش تنقلي وتنشوري وتدلي على رابط القناة عشان برضو عيب عليكي لابد أن أنت تبلغي وعلى فكرة أنا أعد معلمات أنا أعد أي قارئ بنعد إن شاء الله مش معلمات بس كمان لا إحنا عايزين نكون مع المهرة مع السفرة الكرام البررة إحنا كدهود بنقرأ الكرآن عايزين نتقن قراءة الكرآن فالإتقان يا أختي بيكون بالتلقي ما بيكونش إن أنا أجمع الناس وأعمل حضرة وأعد أقوله ويقوله وراءه وخلاص لا ده أنا لازم أمسيك لهم حرف حرف لازم أقرأك حرف حرف وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا كما وصفتها السيدة أم سلمة وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حرفا حرفا تحقيق بلا ملل أو حذر بلا حزف وأسأل الله عز وجل يا رب العالمين يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا ويرزقكم صحبة الكرآن وتقبل الله مننا ومنكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجازاكم الله خيرا